بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الكرام جاء الإسلام بدعوة خاتمة لكل الرسالات والدعوات نزل القرآن مصدق لما بين يديه من الكتب السابقة ومهيمنا عليها جاء الرسول صلى الله عليه وسلم كخاتم المرسلين بالرسالة العالمية الجديدة للبشر كافة والعالمين أجمعين لذلك اختضط عالمية الرسالة الخاتمة أن تكون جامعة مانعة جامعة لها خير ما يحتاج إليه الإنسان في دنياه وأخرى ومانع لها لما يؤذيه ويكدر صفو حياته ويعطل سيره إلى ربه فجاء الإسلام بدعوة دين ودولة ودعوة حياة اجتماعية وسياسية واقتصادية وفكرية ووضع أسس العقيدة النقية ونظم العلاقات على كل مستويات لتنتج في النهاية مجتمعاً مسلماً متميزاً في كل شيء عقدياً وسلوكياً وأخلاقياً واجتماعياً واقتصادياً وفكرياً وحضارياً من أبرز ما تميز به الحضارة تفاعل جميع القيم والتعاليم مع المجتمع البشري تلك النظم التي قامت عليها تلك الحضارة الإسلامية أمور الحكم، الإدارة، السلام، الحب، الاجتماع، الاقتصاد كل ما يتصل بتنظيم أمور الدولة التي هي المحتوى العلمي لقيم الحضارة الإسلامية حديثنا اليوم عن بيت مال المسلمين عن وزارة المالية التي تعتبر داخل الحضارة الإسلامية مجال لتنظيم الأموال الاقتصادية والموارد المالية للأمة لذلك عرفت البشرية أول وزارة مالية على نفس النمط الذي يسود الآن في أرقى دول متحضرة هذه الوزارة الرائدة كانت بيت المال يعتبر إنشاء بيت المال من الإنجازات الحضارية لعمر بن الخطاب الذي كان أول من أنشأ بيت المال بسبب الفتحات العظيمة التي تمت في عهده والخيرات التي تدفقت على الدولة المسلمة رواء بن سعد في طبقاته أن أبا هريرة رضي الله عنه قدم على عمر من البحرين فلقيه في صلاة العشاء الآخرة سلم عليه ثم سأله عن الناس ثم قال لأبي هريرة ماذا جئت به؟ قال جئت بخمسمائة ألف درهم قال ماذا تقول؟ قال مئة ألف مئة ألف مئة ألف حتى عد خمسا فقال عمر إنك ناعس فرجع إلى أهلك فنم فإذا أصبحت فأتني قال أبو هريرة فقدوت إليه فقال ماذا جئت به؟ قال جئت بخمسة ألف درهم قال عمر أطيب؟ قال نعم قال لا أعلم إلا ذلك فقال عمر للناس إنه قد قدم علينا مال كثير فإن شئتم أن نعده لكم عدا وإن شئتم أن نكيله لكم كيلا ونشأت من يوميا فكرة بيت المال أنشأ عمر بيت المال الفرعي في كل ولاية يكون خاصا بموارد ومصارف تلك الولاية وما يزيد يرد على بيت المال العام أو المركز الرئيس من المدينة جعل له أمين المستقل في عمله عن الوالي وعن القاضي وهم عرفوا العالم بعد ذلك مبدأ فصل السلطات إذن يتعرف على بيت مال المسلمين على موارده مصارف هذا البيت ماذا مثل في النظام الاقتصادي للدولة الإسلامية؟ وما يوضح عظمة الحضارة وريادتها في هذا المجال إذ تحدثنا عن موارد بيت المال فتنقسم موارد بيت المال في الدولة إلى عدة موارد تحت القاعدة الأصولية إن الأصل في الأموال الحرمة وما أبيح أخذه يكون بنص هذه القاعدة المستفادة من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام هذه الموارد كانت الزكاة وهي ركم أركان الإسلام وفريضة محكمة وثابتة إلى قيام الساعة وهي مقدار معلوم من مال الأغنية يرد إليها أخوانهم الفقراء وهي أرقى صور التكافل والتراحم الاجتماعي الذي لا يعرف نظيره في أي مجتمع من مجتمعات السابقة أو اللاحقة المال الواجب فيه الزكاة كان يقسم إلى أربعة أقسام زكاة النقد، زكاة السوائم والأنعام والماشية، زكاة الزروع والثمار، زكاة الركاز والمعادن هذا الموارد من موارد بيت مال الدولة المسلمة يتميز عن باقي الموارد بتحديد مصارفه وأوجه إنفاقه في المذكورة في الآية القرآنية في سورة التوبة إنهم صدقات للفقراء والمساكين وعملين عليها وألف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثانياً الخراج لما فتح المسلمون بلاد العراق وأزالوا دولة الفرس فتحوا الشام والجزيرة طرد الروم طلب كثير من كبار الصحابة من خليفة عمر والخطاب أن يقسم الأرض المفتوحة على الفاتحين والمجاهدين كما قسم عليها الغنائم المنقولة من سلاح ومتاع لكن عمر رأى أن تكون الأرض المفتوحة فيئاً لعموم المسلمين على مر العصور وسند في رأيه على آيات الفيء الموجودة في سورة الحشر آيات الفيء هذه لعموم المسلمين حتى في العصور القادمة ألحى عليه الصحابة في تقسيم الأرض لكنه أبى ويده في رأيه عبد الرحان بن عوف وشرح الله عز وجل صدر الفاروق لهذا الرأي الذي كان فيه الفلاح والصلاح للأمة جعل عمر على هذه الأرض مقداراً معين من المال تدفعه كل عام وهو ما يعرف بالخراج والأرض الخرجية على نوعين أرض فتحت عنوى وبقي عليها أهلها دون أن يدخلوا في الإسلام فيفلحون لحاجة الدولة لخبراتهم على أن يدفعوا خراجها وينتفعوا بالباقي باقي عملهم في الأرض ثم الأراضي التي فتحت صلحاً واتفق المسلمون مع أهلها على أداء خراجها مقابل أن تبقى في أيديهم يتوارثونها طالما يدفعون خراجها ولا يستطيع أحد أن يأخذها منهم